بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة المشاهدين الكرام يطيب لنا في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم النجوم الزاهرة أن نتناول في هذه الحلقة ونستكمل صفات ومناقب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه هذه المواقف التي جعلته نجما زاهرا تستضيء من خلاله الأمة الإسلامية في كثير من مواقفها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي إذا ذكر ذكر العدل الذي إذا ذكر ذكر فرار الشيطان من شدة إيمانه وقوة يقينه وقوة يقينه وتوكله على الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة يسرنا ويسعدنا أن نستضيف بأستاذ الدكتور محمد عيد كريم أستاذ الحديث النبوي بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة فمرحبا بك دكتور محمد مرحبا دكتور إسماعيل بارك الله فيك وفي السادة المشاهدين والمشاهدات جزاكم الله خير إخوتي المشاهدين الكرام نبدأ حلقتنا الليلة عن أمر شديد الأهمية وهو شدة اتباع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسولنا صلى الله عليه وسلم وتأسيه به ولا يخرج عن الاتباع قيدة ونملة فليوضح لنا هذه النقطة لأستاذ الدكتور محمد عيد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فالكلام عن سيدنا عمر طويل وعنى صلى الله تعالى يعني يرزق الأمة لإقتداء به والصحابة إنه ولي ذلك والقضى عليه سيدنا عمر الخطاب قال فيه النبي والسلام بالحديث صحيح أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر سبحان الله وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وعلىهم بالحراء الحرام معاز إلى آخر الحديث نعم فالشاهد هنا وأشدهم في دين الله عمر نعم يعني لا يظن ظن شدة اللي هي العنف القسوة والإرهاب وللكلام ده لأ نعم يقول لك ده متشدد أبعد لابد نحن نباين ده متشدد يعني متشدد بالنسبة للمصطلح بتاعنا إنه هو متطردف آه صحيح إنه هو بيحرضم الحلال وكل حاجة عنده حرام والأكل حرام والشربة حرام واللبس حرام ومش حاجة كذا وما بيخذيش حاجة عنده حلال قول لك ده متشدد لكن هو الشديد في دين الله عز وجل هو الذي يراعي حرامات الله سبحانه وتعالى نعم هو الذي عنده نوع من التصدي للباطل بشدة نعم ما عندهش نوع من اللين في غير محله الضبط يعني الميوع مستقيم لا تكون ميوع يقصد الشدة مستقيم مع ظهور الجدية نعم إذن هي صفة مدحن لصفة قدح نعم لأ مدحة كيد تمام هذا الحيث كله مدح نعم ونبع صلى الله عليه وسلم يقول اختدوا باللذين من بعد نعم أبي بكر وعمر نعم صحيح حتى هو نص على ذلك النبع صلى الله عليه وسلم وقال الله صلى الله عليه وسلم إن الله يجري الحق على لسان عمر وقلبه ما شاء الله نعم وحتى أنه قال لو كان بعد محدثون لكان عمر صبحانه الله محدثهم ملائكة لكان عمر من شد يعني من من قربه من الله عز وجل وشدته ويعني واستقامتي واتباعه كلمة محدثون هل يفهم منها أنها تندرج يمكن أن تندرج تحتها ملهمون لحق نعم ما رضيتش يقوله يعني لكن حضرك فتحت المجال طب في رواية فيها ضعف أنه لو كان بعد النبي لكان عمر لكن فيها كلام نعم فهنا صحة هذه اللفظة محدثون لكان عمر طبعا في يعني قوية في هذا نعم صحيح وطبعا في رؤية نعم صلى الله عليه وسلم رأيها أنه سيدنا عمر يعني يجر في رأى في المنافع نحو يجر رداءه قيل فما أولتها رسول الله قال الدين صحيح نعم يعني الدين سابغ عليه يعني كساه حتى أنه يعني يجرد دينه في بعض الناس دينه قليل فتلاقيه أريان سيدنا عمر بلغت تمام بلغت تمام سبحان الله رضي الله عنه ورده ننتقل إلى نقطة أخرى وهو ثناء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من أولها أولئك سيدنا بكر صديق نعم لما سؤل من أحب الناس إليق قال عمر يعني وكان صفيه وكان وزيره وزير صدق نعم يعني يستشيره في كل الأمور رضي الله عنه وأرضاه وكذلك كان الصحابة كلهم يحبون عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا رد على هؤلاء الجهلة وهؤلاء الحقدة على عمر ليش يبقى برضو نقطة دية الذين يكرهون عمر من غير هؤلاء الذين يكفرونه ويكرهونه ويلعنونه وكذا نحن كمسلمين نحب سيدنا عمر عبا بكر ونتقرضب إلى الله عز وجل بحبهما وبحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على غير ذلك فليس مننا فسيدنا حتى سيدنا علي بن أبي طالب اللي هم بيقولوا احنا كذا وكذا يقول إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر ما شاء الله سيدنا علي بن أبي طالب ما شاء الله أنا متعامل نجيب سيدنا علي بن أبي طالب عشان هم بيقولوا فيه سيدنا علي بن أبي طالب كان يحب عمر جدا جدا وبايعه بالخلافة نعم بايعه بالخلافة ورضيه وكان يشير عليه وكان يستشير سيدنا عمر وخطاب رضا الله عنه أربع أثنى عليه كثيرا جدا وكان هناك علاقة نسب بين سيدنا عمر و سيدنا علي ابن ابي طالب يعني زوجه ما يدل على قوة الصلة التي بين عمر وبين علي ابن ابي طالب أن تزوج بنت و钓 Page وعلى ابن ابي طالب طبعا كان حيا نعم وهذا يدل على قوة الأخوة الإيمانية التي بينهم لا كما يروج المغرضون عن الخلفات التي لا أصل لها بين الخلفاء الراشدين تفضل بعد ذلك يعني طبعا هو فيه كلام كثير يعني جعفر الصادق وغير هؤلاء وابن عباس يعني يقول ينقل عن سيدنا علينا بيطالب ما ترحم على عمر أنه ترحم عليه وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك سبحان الله نعم ويم الله ثناث إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك نعم يعني شوف لا سنة حتى بعدما مات سيدنا عمر بن عبد صحيح طبعا رضي الله عنه وأرضى رضي الله عنه مجمعين ننتقل إلى نقطة أخرى وهي تتصل بأوليات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فكان له العديد أول من فعل كذا أول من أنشأ كذا فنتعرض لأهم هذه الأوليات وإلا فهي كثيرة تكاد لا تحصى ولا تعلم نعم من أهم هذه الأوليات أنه أول من دعى أمير المؤمنين يعني كان يقال لابي بك الصديق خليفة رسول الله صحيح فلما جاء عمر أول من دعى أمير المؤمن حتى ليقال خليفة خليفة رسول الله وبعده خليفة 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 رسول الله إذن يطول ذلك فكان هذا اللقب الذي يعني استمر بعد ذلك أمير المؤمنين أول من كتب التاريخ الهجري ما شاء الله أول من كتب هذا موقف له جلاله وقدره طبعا طبعا التاريخ الهجري إلى الآن سئلت من الذي من الذي قال بالتاريخ الهجري أول من أرضخ به هو سيدنا عمر بن الخطاب هذا دلالة على تميز الأمة الإسلامية في كل شيء في تاريخها وللأحداث وما إلى ذلك ولا بد ألا ننسى هذا لا ننشغل بالميلاد فقط ولكن الهجري هو صحيح أول من عسى بالليل أول من عسى بالليل بالمدينة هو يشوف الرعية يتحرك ليلا يتحرضك ليلا ويشوف ويلاحظ سأتي لنا بعض القصة في هذا أول من فتح الفتوح هو مصطر الأمصار وجند الأجناد ووضع الخراج ودون الدواوين عمل الدفاتر والكلام ده شوف كل ده سيدنا عمر وفرض الأعطية واستقضى القضاء يعني عين القضاء وعمل الأعطيات وردواتب وعمل الدفاتر والدواوين وهو العمل القضاء وكتب أسماء الجند في الجيوش وأسماء الجند وكل هذه أصبحت الجيوش لها مكتوبة أدف دفاتر بأسماء البروين بأسمائهم هذه معنى جند الأجناد نعم وفرض الأعطيات اللي هي الردواتب كنت تسمى لإيه الأعطيات أول من ضرب في الخامل الثمانين يعني هو سنة الثمانين طبعا نقول كده سيدنا عبد الخطاب من الخلفاء نعم قال الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشدين المهديين والحقيقة يعني جماعنا هذه السنن ففاقت ثلاثمائة سنة ثلاثمائة سنة ثلاثمائة سنة للخلفاء الرشدين لا سيدنا عمر فقط فقط سبحان الله ثلاثمائة سنة سبحان الله منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف سبحان الله نعم زاد في المسجن النبوي ووسعه وفرشه بالحصبة إلى غير ذلك كثير بالنسبة لأوليات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه نتوقف في هذه الحلقة عند هذه الأوليات ونستكمل مناقب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في الحلقات التالية في نهاية حلقتنا نتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور محمد عيد كريم أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به حيثما حل شكر الله وفي آخر حلقتنا نتوجه بالشكر للسادة المشاهدين على حسن المتابعة أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التأسي لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يرزقنا التأسي في شدته في الحق يرزقنا التأسي بعدل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته